ما أن هدأت أصوات القنابل والانفجارات وأعلن النصر في الموصل حتى بدأت التساؤلات تثار عن وجهة القوات الأمنية في المقبل من الأيام هل ستكون الحويجة أم تلعفر أمراوى وعانوى القائمة ووفق المعطيات العسكرية والسياسية فأن تلعفر هي المرشح الأقوى والوجهة المقبلة بحسب نواب عنها فهمت هذا بالنص من دكتور حيدر العبادي القائد العام للقوات المسلحة أنه وجهت قواتنا بعد تحرير الموصل إلى تلعفر وتحريرها نحن أهالي تلعفر أول من يبادر وندخل سوية سنة وشيعة لتحرير تلعفر وباركون الأتراك تركيا تبارك هذه الخطوة والسفير تحدث في هذا الموضوع وتتنافس ثلاث إرادات في ملف تحرير تلعفر فالإرادة الحكومية تحاول إدامة زخم النصر المتحقق في الموصل فيما تسعى قيادات الحجد الشعبي إلى إيجاد نصر موازن لكن الإرادة الإقليمية والتوافق السياسي هو من ستكون له كلمة الفصل في ذلك بحسب مختصين الإرادة الأولى هي إرادة الحكومة التي تريد أن توسع مكاسبها في تحقيق النصر والإرادة الثانية هي إرادة القوات التي لم يكن لها دور في تحرير الموصل تحديدا من قيادات حجد الشعبي وغيرها والإرادة الثانية هي إرادة الإقليمية أعتقد أن هناك العنصر السياسي والتوافق السياسي بحسم هذا الملف سيكون له الكلمة العليا بهذا الملف الإحاطة والتطويق التي تفرضها القوات العسكرية من حجد وجيش على تلعفر تجعل منها المحطة الأخرى وفق المنطق العسكري بحسب محللين أمنيين بالإضافة إلى ذلك إنها منطقة معزولة وليس فيها مدنيون ما يجعلها صيدا سهلا قياسا إلى معارك المدينة القديمة العفر هي بحكومة من مناطق الصغطة بيد الحكومة بمعنى آخر أنه هي منعزلة تماما بعدما استخدمت القيادة العامة القوات المسلحة الإحاطة والتطويق أحاطت هذه المنطقة وعزلتها عزل تام وبالتالي حتى رؤية ستراتيجية عسكرية عميقة لا تحتاج حتى إلى نيران صديقة هي مجرد بس ابتداء بشروع العمليات من بغداد وليد الشيخ الحرة